موسيقى السلام عليكم مفرح أنا وأنا جاية أشتغل وأقابل حضراتكم بحس كده أن احنا يعني رايحة قابل صحباتي صحابي والهدف الحقيقة من معظم الفقرات أن احنا نفيد بعض أحياناً بنفتح تليفونات لأنه ممكن يبقى عند حضرتك أو عند حضرتك حاجة أنا محتاجة أعرفها وأصحابنا اللي متفرجوا علينا كمان محتاجين يعرفوها والفقرة دي بالذات الهدف منها أن احنا نواجه الغلاء على قد ما نقدر على قد ما نقدر وأنا عارفة أن ما شاء الله ستات مصر يعني جدعات جداً جداً وبيعرفوا إزاي يحبقوا ويدبقوا ويعملوا صفرة حلوة قوي ممكن بأقل الإمكانيات طرحنا سؤال على صفحة القناة قناة 10 السؤال بيقول إيه هي الأكلات اللي نقدر ناخدها معانا في المصيف وتكون كده سريعة وبسيطة ومش مكلفة وما نضيعش وقت ونستفيد بكل الوقت على البحر أفضل والإن بيني وبينكم الفقرة دي إحنا ليه عملناها؟ لأن صاحباتنا كتير قوي راحوا الساحل وراحوا مثلاً جمساً راحوا راسل بر مارسة مطروح حاجات دي كل حاجة موجودة الحمد لله بلدنا في كل مكان بس ساعات فيه ستات نصحة تقولك طب وانا ليه أروح أشتري بلغالي شوية يعني كل حاجة موجودة بس أحياناً مثلاً إيه تزيد 10 جنيه مثلاً هنا 5 جنيه هنا 20 جنيه هنا طب ما دول ينفعوني يعني فأنا الفقرة دي قلت لأ نعملها علشان ستات البيوت النصحين وستات البيوت الجداد اللي عايزين يتعلموا أعمل إيه أخدوا معايا المصيف ينجزني ومش مكلف ويوفر لي وأكلات مصايف يعني فغير طبعاً البني اللي احنا متعودين عليه لأن أنا كمان وأنا صغيرة هقولك وأنا صغيرة كان بيحصل إيه بس بعد ما رحب بضفتي الجميلة الراقية الست اللي ما شاء الله جمهورها يعني كتير جداً جداً وبيحبوها واللي بشكرها لأن أول ما كلمناها قالت طبعاً أنا لازم أجي لكل بنات البلد أتكلم معاهم الشيف إنجي الشازلي إزيك أنوجة حبيبتي أنا مبسوطة أنا معاكي النهاردة جداً والله إحنا مبسوطين مش أنا الوحدي أنا وكل المشاهدين لأن اكتشفت إن انتي ما شاء الله ما شاء الله ليكي جمهور كبير جداً جداً الحمد لله وليكي منافسين كتير جداً جداً أيها أيها من الزبلة وعدوك ابن كارك يعني لا والله إحنا كلنا حبيب يعني لو كل واحد يهتم بشغله هيطلع أهل حالة لا بس في حد معين كده مش أقولك اسمه أقولك اسمه حسن ومعينه يعني ما شاء الله راجل يعني هو أشيب بردو بس المنافسة قوية بقى بين الشيفات الرجل والشيفات الرجل والشيفات الرجل بردو طبعاً طبعاً معنا صمر من البحيرة يا أهلاً يا صمر أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك اتفضل يا صمر هسألك سؤال يا صمر اتفضل أهلاً أنت من الستات الشاطرة كده اللي بتعرف تحبق واندبق أه طبعاً اسم الله عليك طيب عايزين بقى منك تقول لنا إيه الأكلة اللي ممكن تبقى ما تكلفش معايا فلوس كتير وتنفع كده أكلة سريعة كده نمشي بيها اليوم يعني ممكن مثلاً عجة أيوة أو حاووش يكون بلحمة بسيطة وخضر كتير أيوة أنا بحب الحاووش على فكرة اللي يكون فيه خضرة كتير بصل وفلفلة ألوان وبتاع وممكن والله العظيم بربع كيلو لحمة مفروعة أيوة طبعاً آه لحمة قليلة أيوة 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 أو بالفراخ كمان ممكن بالفراخ إيه ده والله يا صحر آه والله طب إنتي سمر ولا صحر لا سمر سمر يا حبيبتي سمر أنا بحبك قوي وبحب كل أهلنا في البحيرة وأنا بحبك والله يا نشوة من زمان الله يسعيد قلب الله يسعيد قلب يا حبيبتي طب أكملي معنا الفقر بقى عشان الشيف عملالنا حاجة حلوة ومش مكلفة طبعاً معكم للآخر والله ربنا يسعيد قلبك يا حبيبتي تفضل شكراً يا حبيبتي شيف إنجي بقى أقولنا طبحت عملالنا إيه النهار أنا فكرت نعمل وصفة لذيذة صحية ومكوناتها بسيطة معظمها خضار حلو ده أنا بحب الحاجات دي قوي وبعدين نقدر ناخدها البحر أيوة وكمان على فكرة هي مفاجأة لذيذة قوي إن ممكن لو عندك عد ميلاد مش لازم تروحي تجيبي حاجة حد أجهزة أنت ممكن تعمليها في البيت وسهلة فوق ما تتخلق يعني هي ممكن تنفعنا في المصايف ممكن تنفعنا في أعياد الميلاد ممكن تنفعنا حتى لو جايين لنا ضيوف بالزبط كده يعني مقدم كده جانب الشاي بالزبط وعيزة أقولك إنها يعني المكونات دي هتعمل وصفة تكفي من ستة لثمان أفراد من ستة لثمان أفراد بالزبط وتكلفتها كبيرة بقى أو إيه هنشوف بقى يلا مين يلا مين طيب أول حاجة عندي علبة تونة علبة تونة واحدة علبة تونة واحدة بس هنصفيها علبة تونة واحدة تكفي علبة تونة واحدة تكفي من ستة لثمان أفراد أوعدك هنحط التونة تمام وهنضيف عليها بقى الخضر كله تمام فلفل الألوان اللي عندك مبلزمكيش بحاجة ماشي هنحط فلفل أخضر كمان حلوة قوي و هنحط لي كمان عليها طماطم طماطم متقطعة مهم بس إن إحنا نصفيها كويس من المية علشان التونة حلوة قوي خلاص المكونات معنا على الشاشة برضو علشان لو الناس حابين يكبر هنضيف عليها زتون متقطع سوية يا جدالو يا جدالو يا دلالو شوية أيوة و هنضيف عليها كابوتشا كتير لا ثانية واحدة كابوتشا كابوتشا طيب و برضو زي ما قلتلك كل الخضار الفكرة فيه إن إحنا نصفيه قوي من المية المية هي اللي بتبوز الحاجة تمام فإحنا بنصفيها قوي و نضيفها على المكونات تمام و شوية بقى من الفلفل الحامي لو إنتوا حبيين لا شويتين تلاتة يعني أنا بحب أنا بحب أنا بحب الأطفال لا إحنا هنضيف حاجة بسيطة مش كتير واللي عنده أطفال ما يضيفش واللي حبيب ما يضيفش ما يضيفش تمام طيب أنا ممكن أحط حكتين ممكن أضيف عليها بيد مسلوق تمام بتبقى حلوة قوي بس فيه ناس تقولك تونة مع بيد مسلوق جربوا يا جماعة جربوا وبعدين حكوموا تمام أنا بحبها جدا لكن أنا النهار دا هعملها كم بيدا بقى؟ بتاخد أربع بيدات مسلوقين يقدوا طمام تنفر بالظبط هي نفس الوصفة دي بالظبط بنضيف عليها الأربع بيدات و ممكن استهنى عن البيد و ممكن استهنى عن البيد لو ممكن استهنى عن البيد دخلي شوية لي ويندون الجبنة الكريم تمام ليه؟ لأن الجبنة الكريم مش هتبوز بسرعة زي المايونيس تمام فأنا بس إحنا محتاجين من علاقة هتلاقي وراكي هنا ولا هنا دوري ممكن نقلب بسباتيولا تمام هنحط شوية من الجبنة تمام جدا و هنقلب بقى كله مع بعض حلوة قبل بس هي ما كهاش أي حاجة تانية دي تحسينها صالة التونة كده؟ هي حاجة سقعة منعشة ممكن تحطوا عليها بقى التوابل اللي انتوا عايزينها ملح فلفل اي حاجة انتوا حبينها انت عارفة بحب بحطة على التونة شوية كمون صغرانين؟ الكمون والتوابل المشكلة انا بحسهم ميكس خطير الكمون بالذات على التونة جربوا كده لو فتحتوا علب التونة شوية كمون كده بتبقى طعمها حلوة قوي قوي السمك عادة بيحب الكمون طيب انا بصي هنا عندي قالب صغير القلب ده يعني ما يغركيش شكله هو بياخد معايا كمية رهيبة وده عيش توست مقطع الاطراف بتاعي مقطع الاطراف والاطراف مبتترميش الاطراف هنعملها مقصومات ايوه احنا مبنرميش حاجة هبتدي ارص كده تمام العيش بتاعي بالشكل ده تمام كويس كده يا أستاذ مفيش مشكلة طيب الناس اللي مش عارفة بقى التوست بنعمله بالزبط كده يعني بناخد منه الحواف حواف التوست دي تبقى بتهزن عشان محدش بس يقول لي ايه ما قلتيش التوست بيتقطع بس كده خلاص انت عارفة ان ممكن انا كماما اخد بنتي معايا في المطبخة خليها ايه اللي تعمل الكلام ده عشان تتعاون لانها سهلة سهلة جدا انا بس اه المعالي اخيرا لقيت المعالي هبتدي بقى اضيف المكونات دي يا احنا فرشنا تحت طبق التوست وتحتها بنحط اي حاجة عندي اكسس ساندويتشات اي حاجة تدي طبقة بس عشان اعرف اشيل الكيك من غير ما بهدلها اسمها تورتة التوست فانا عايزة شكلها يبقى حلو والله لو اسمها ابو اسمعيل حتى حالة كلها ايوه كده عملنا طبقة التونة الاولانية تمام وبعدين هرجع اعيد نفس الخطوة تاني نحط طبقة تاني طبقة التوست بالشكل ده حلوة قوي وعلى فكرة هي يعني لما بتبرد احنا لازم نسيبها في التلاجة مثلا ثلاث اربع ساعات يعني ستة تسحة الصبح تعملها وخطا في التلاجة وتسيبها وهم راحين على البحر بقى بالظبط كده ومطلعها مقطعها هتتقطع اكيد صح هاوريها لك حالا احنا مجاهزين قريدي اللي احنا عملناها قبل الهوى علشان نوديهم شكلها بعد ان تعطيها قد ايه جميلة وخطيرة والولاد هيحبوها قوي جدا ومغزية وصحية وجميلة ومليانة حضار والحقيقة انا شايفة انها مش غالية يعني علبة تونة واحدة هي اعتقد دي اكبر تكلفة علبة التونة اه بالظبط علبة التونة اكبر تكلفة فيها يعني اعتقد فيه علبة تونة ممكن تبقى بحاجة 20 جنيه بالظبط فهي دي اكبر تكلفة معانا طب اميرة من القاهرة يا اميرة ازاي حضرك يا استوزان أكبر ازايك يا حلوة الحمد لله تماما عاملة ايه كاتكوتا الحمد لله فضل ونامر اللي بيتصلوا بينا احنا بنسألهم سؤال بس الاول اقولك يعني شوف انتي لو عايز نسألي شوف انجي اي سؤال هو انا عجباني فكرة التونة بشراحة وهضربها تمام بس بقى يعني عايزها تقولينا برضو الديزورت اللي ممكن نعملها هناك في المصيف او ناخدها ومعينا في المصيف تبقى طيب حاضر يا حبابت هنقولي تمام حاضر هي بتقولك يعني عايزين نعرف كمان ايه الحاجة التانية اللي ممكن ناخدها معايا المصيف من هنا من هنا بصي انتي هتقولي حاجة وانا كاستي بتحقول عاك طبعا نعمل كم وسبحة انا اقولك انا شخصيا كانجي اول حاجة هاخدها معايا بنيم بنيم بنا كلنا بصي البنيم 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 قطع الفراغ دي سواء بقى بنيم او صحيحة وات افر انا اقدر اعمل منها مليون وصفة ووصفة ايوا سهلة وسريعة وحاجة بتستويب سرعة وبيني وبينك مش هاخد بقى وقت هناك ان انا صحاقع بزرط 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 دي سهلة قوي ان انا زي يا جماعة امهاتنا زمان احنا المصف بتاعنا كان احنا كنا بنرجع في ثواني الاكل بيكون جاهز وكفتة كفتة ده احنا نتعرف كمان كات والدتي تعملينا كفتة الرز وتقليها كمان من هنا ايوا وتتكفت جاهزة وصعب كانوا بيعملوها كمونية من غير صلصة ايوا كفتة الرز كمونية يعني احنا نقدر ننوع زي ما احنا عايزين يا جماعة في غلو الاسعار احنا حاجة تانية كمان حلو قوي اه ودي برضو انا واحدة صاحبتي الحياة اللي انا اكلتها عندها واستغرب كفتة رز اه طب معنا مصطفى من الغربية لا الا الغربية ده الغربية دي اهلهم اهلا يا مصطفى اهلا وسهلا اه مصطفى اسم غالي على قلبي يا مصطفى الله يكن حذرتك اللي ان والدي اسمه مصطفى ربنا يخلي حذرتك الله يخليك يا حبيبي تفضل تحت امرك الله يخليك اه لو دلوقتي انا يعني حاجة معينة كده ممكن اخدها ياريب بس عدتني يوم كامل بص يا مصطفى طالما يوم كامل واحنا هنا لسه بنحضر ماشي لكن ما تقولش لمراتك تعملك الكلام ده هناك ونبيع يوم في البيت بزلط ده هم بيقوا كمي يوم فاقولي يا مصطفى ايه الحاجة اللي ممكن اخدها معانا تمام تمام اتفضل ناخد ايه يا مصطفى اه يعني مشويات مثلا تمام تمام مصطفى شكلت مش شاطر في البيت لا يعني بص انت مش شاطر خلي بقى ايه خلي حاجة المبخ للمدام وانت روح ببصت كده على البحر واسبها هي ينببت سلحي واسبها ينببت سلحي شرفتني يا مصطفى وانستاني الله يستعيدك ايه رأيك يا نشوة شكلها تحفة بس كده خلصنا خلصنا تورت تلتونة دي بنسيبها في التلاجة وكل ما بتسيبها اكتر بتوبها اجمل طيب ايه تاني ممكن ناخده معانا اعرف انا بعمل ايه احيانا برضو التوم نفرمه ونحطه في الفريزر وناخده فروم فحط طلعي مفروم جاهز تشغلي بيه بالضبط كده الصلصة الصلصة اه ونحطها في كياس في الفريزر انا شخصيا بعملها صلصة طماطم وساعات كمان بتبّلها تبّيلة انها تكون جاهزة على المكارونا على طول اللي هو نحط تخديات حصية يدوب تسلس خلص بالضبط كده بالضبط كده حاجة بتاخدش منك وقتا انا هو بني وبينك المكارونا وشوية كفتة مكارونا وبنيم المكارونا دي بطل المكارونا بطل مطبخ بتاعنا المطبخ المصري ايو طبعا طب في حاجة تانية حنعملها اه احنا كده خلصنا وصفة التونة تمام وانا يعني عايزة اقولك ان هي دي بعد ناس اكت اه انا يهمني اشوفها بقا الله ودي عايزة اقولك انها بتجميليها طب نحطها فين يا أستاذ امسكها ولا ايه اه اقولولنا فين احنا عايزين نقطع سلايز عشان نوريها شكل التونة تفضل يا فاندم انا اقرب شوية ولا ايه اقرب منها ولا نعمل ايه سيبيها كده نخلص الوصفة التانية الاول طيب احنا نسيبها كده على التقديم وبرده كده عشان يباني الجزء التاني طيب احنا دلوقتي هنبتدي في الوصفة التانية اللي هي برضو فراخ فراخ كمام اكيد يعني انت نشوة بتحبي الفراخ فاحنا هنبتدي فيه يعني مفيش حد بحبهاش بس احنا عايزين برضو احنا فاضل ايه قد ايه يا شيري ديقتين بس ديقتين بس بقى احنا ما نحقناش طيب احنا التليفونات خات من ايه الوقت طيب نقولها حتى بشكل سريع واحنا سريعا سريعا هي عبارة عن الفراخة ايه هو صدر فرخة واحد هعملك بيه 15 سندويتش شاورمة او فهيتا يا جماعة صدر فرخة بس واحد هنعمل بيه 15 سندويتش صدر واحد من الفراخ والمكونات عالشاشة اه هو قدامنا هو ده صدر واحد هنقطعه وهو مجمد عشان ناخده يعني شرايح وفياعة جدا هنحط هنا زيت الزتون تمام ومعه معلقة من السمنة وبصل وتوم ونحط الفراخ وبعد كده ننزل بالالوان فلفل الالوان وبس كده معلقة من الجبنة كريم عشان تدي تراول السندويتش بندهنها كاكيا انها بدل المايليز وصحية اكتر بس كده و 15 سندويتش اللي اخذوك معنا على البحر 15 سندويتش يعني احنا لو سبعة كل واحد ياخدتتين احنا قرر واحد بابل ياخدو عملناهم هنا لكن العيش كان محمص قوي بس هنأكل الله الله حلو قوي 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 ما شاء الله 15 سندويتش هاو قدامنا وناكل وننبسط باقل تكلفة والست النصحة الشاطرة تعرف ازاي تسعد ولادها زي ما اهلينا كانوا بيعملوا والانبساط وبهجة القلب والله العظيم مش محتاج تكلفة كتير انا اقدر انبسط في بيتي مع ولادي واعمل لهم جوه حلو واعمل لجوزي جوه حلو لو هو شايا ليل ونهار فيرجع كده يلاقيني عمل له حاجة لطيفة والله لو شوية بليلة حتى يعني بفكرتوني البليلة كمان بناخد معنا الامح نعمل هناك في المصيح بليلة كده بالليلة بالليل بالليل كل واحد كده من الولادكم باية بليلة حلوة مغزية من احلى الحجات من احلى الحجات اه فانبسطوا وساعدوا وفرفشوا لان اليأس والاحباط ما بيجيبش حاجة غير المرض فانبسط وانزقطت وناخد ثواب في بعض نصحتي لكل زوجة معلش انا بنصح كده بنات البلد لان انت اللي عليك العيب الكبير ابسطي عيالك وجوزك وانت تقدري الست الشطرة زي بقول كده اللهلوبة كده اللي بتعرف تحبق وتدبق تعرف تعمل بيت جنة باقل امكانيات والله العظيم فيه ناس عندها فلوس كتير قوي 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 ومش عارفين ينساعدوا ما يغروكوش المظاهر ولا الصور اللي على السوشيال ميديا البعجة الحقيقية جوه بيتك السعيدي بيتك وسعيدي جوزك واحتخدي ثواب وربنا يساعدكم كمان اجواز برضو يساعدهم مراتهم يعني عشان اجوام اللي لسيت بس النوجة انا باشكرك وبحترمك ربنا يخديك لانك ست راقية وشيف محترمة مشيك لكي جمهور كبير جدا مش عايز اقولك التليفونات كتير قدقية بس انا يعني خدنا من وقت كم تليفون كده للناس بس الناس بتحبك قوي قوي وانا بحبك قوي وبحب ان انت مختلفة انت حسة بالست يعني ست البيت لانك ست بيت انت كمان فبتعملي اشيك حاجة باقل امكانيات بالظبط احنا نقدر نفرح نفسنا باقل امكانيات و احنا نقدر نفرح نفسنا الوقت عشان احنا هنطلع وناكل افرق لازم تدوئ التول نطلع بقى فاصل واستنونا الفترة الجاية هتعجبكم والسان داوتشي دي كمان نتعجبكم موسيقى 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 الفقرة الطيبة والفقرة الطيبة النهاردة بيبقى فقرة فيها طاقة حلوة قوي وفيها اياب وبننبسط لان بيكون معانا شاب يعني الله يكرمه ويراضيه وينجحه ويددينه الخير كله لانه مفرغ نفسه لربنا والخدمة اهلينا المحتاجين والخدمة اخواتنا المتصدقين فهو كده همزة الوصل وربنا يعينه يا رب لان عارفة كان فترة فاتت مجهود الله يعني يكرمه وحقق نتيجة عظيمة جدا في عيد الاطحى خاصة في توزيع الاضحيات اللي كانت بتتوزع من سيدي براني لحد اسوان والحمد لله ربنا كرم والناس كلها مبسوطة ورسائل شكرة عظيمة جدا جدا لي مش اطول عليكم معانا ابننا الاستاذ عبدالعزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة شرفتنا وانستنا الله يخليك يا حبيب بنفرح بيك والله العظيم بنفرح بوجودك لانك بتيجي تفرحنا وبتقول لنا اخبار كده عادة يعني احنا واخدين على ان يعني المؤسسات بتبقى معظم وجودها علشان تطلب طلبات وتعرض مقاسي الناس الله يعينهم يا رب ويعني ويراضيهم بس وجود حضرتك معانا بتطلع عشان تقول انجازاتنا الحمد لله والواحد بيحس بطمأنينة كده لما يعرف الانجازات لان بنبقى دايما نقول البلد دي فعلا فيها خير واهلها فيهم خير ليوم الدين زي ما سيدنا النبي قال يعني فرحنا بقى بس الاول نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري واهله صلى الله عليه وسلم عايزين نفرح بقى طيب هو احنا يعني قبل ما ندخل في موضوعنا اه انا عايزة اقدم رسالة شكر للمرة التانية ولو للمرة المليون مش هيكفي اهل الخير لكل حد وثق في مؤسس نبض الحياة في عيد الأطحى المبارك وكان بيتقدم لنا وهو وثق تمام ثقة ان احنا قد المسئولات اللي هو بيحطها فينا وساهم معانا بسك الأطحى والحمد لله انا حريص لحد مبارح ان انا بتابع المكالمات اللي بتجيلنا كرسائل الناس تقول لنا انتقاداتها ايه يعني احنا عايزين المعتاد بتاعنا الشكر ده خلاص احنا الحمد لله انا عارفة لان في ناس يعني يخصوني كانوا مع حضرتك في السكوك والأطحى والناس يعني ايه شكرتنا انا ربنا عزقنا ربنا عزقنا احنا عارفنا عن طريق المؤسسة العظيمة دي وهما كمان يتأكدوا بنفسهم ان هما كانوا طلبين الاضحيات تكون في بلدهم وابتدوا يتابعوا فالأمور وصلت كل معاد الحمد لله خطوط السير بتاعتنا كاملة احنا انا مابنش تحديدا غير مشكلة واحدة بس ان حردك بتكوني ايلالي انا عايزة او متفق مع حردك ان السك بتاعك يوصلك كمتبرعة لان خطوط السير اللي بتوزع على اهلنا الاشد احتياجا في كل انحاء الجمهورية خرجت في خط سيرها مزبوطة وفي معادة مزبوطة الحمد لله ما كانتش فيها اي مشكلة بيقابلنا بس احيانا ان انا متفق محارتك ان السك بتاعك هيجيلك يوم نصيبك في السك هيجيلك يوم التاني يوم العيد او تالت يوم او رابع يوم في الساعة كذا ففي بعض السادة المتبرعين كنا بنروح بيوتهم ونقف عندها بالنص ساعة او بالتلت ساعة ما بيردوش على التليفونات نظرا ان هم مسافرين او ما بيردوش على البيت لما بيرخبط عليها لا انه ممكن عند اهليهم بيعيدوا او كي علما انه في تحديد معادة مسبك لكده كمان لكن كل اللي وصلوا السك بتاعه لحد النهاردة الحمدلله دي عدد محدود جدا كل اللي وصلوا السكوكو الحمدلله لحد النهاردة عارف احنا قد ايه تعبنا وعارف قد ايه المجود اللي تبزل من كل حد مسؤول في مؤسسنا انت كمان قبل الحلقة بتقولي انا مشفق على اخواتي اللي شغالين معايا جوا نبض الحياة يعني انت بتقولي معايدوش ده طول الوقت مش بس في عيد القطحة ولا بس في عيد الفطر احنا طول الوقت يعني انا عايز اقول لحرطك والله كنا فعاليا بنباد في الشارع يعني ده وكنا بنطلع من مكان الدبح للمكاتب ونرجع من المكاتب بتاعتنا لاماكن الدبح ده بشكل متواصل مش الاربح ايام بتوى العيد احنا العمل امتد يمكن الاستاذة المتبرعين اللي معنا عارفين ان العمل امتد عندنا لسابع وتامن يوم العيد يعني احنا الحد ثامن يوم العيد ما سنتو بكتوخلصتو الحد تالت يوم الدبح رابع يوم رابع يوم احنا أصلا دابعنا الحد رابع يوم و لكن في الناس ما بتبقاش موجودة في بيوتها كطوط الصير بتاعتنا كانت ممتد الحد أسوان فاحنا بنحط الحاجة بنحفظها في التلاجات بتاعتها زي ما وصلت للناس في بيوتها عشان برضو الناس تفهم الاضحيات وصلت للأسوان لأن فيه عربيات تلاجات يعني عربيات فريزر يعني الحاجة السادة المشاهدين مش محتاجين نحن نشطحلهم أكتر من كده لأنهم شافوا يعني أنا بناء على رسالة الشوك الله بسمعهم هم شافوا والحمد لله أن الأضاحة كلها كانت زي معادنا الناس أضاحة بقارية بلدي مستوفية لكفة الشروط وتمت بحق تبقى للشرع الإسلامية والحمد لله يعني إحنا تمنا رسالتنا إن شاء الله بإذن الله المسلم الجاي في عيد الأضاحة يكون أحسن وأحسن وده اللي احنا بنقباله ويكون عندنا عدد يقضي أهلنا بشكل أكبر وبشكل مضاعف أضعف كتير جدا من النفذنا السنة وإنت ماشى الله حتى أنت برضو فرحتني وبقولك طب يعني السنة دي كان زي السنة اللي فاتت قطيه أكتر لا أكتر الله ما صلع النبي أكتر ورغم الظروف اللي احنا فيها ورغم أن سعر السك تضاعف إلا أنه الحمد لله كمان عدد السكوك تضاعفت وده عشابنا في كل حد داخل جمهورية مصر العربية أهل الخير أنا بقول لها حارتك طول الوقت حارسين على أنهم يحافظوا على الخير اللي بيقدموا أكتر من ناحنا تحديد حاجة كمان أنا عايزة أقولها وكان مفروم أقولها بس أقولها أنا بقول للأستاذ عبد العزيز طب صورتولنا بقى فرحة الناس وكده بالأضحيات قال لي لا فقولتولي قال لي لا ده ما يتصورش طب هو في حاجة تانية كمان احنا العربية نفسها التلاجة اللي كانت طلعة احنا كان عندنا خطين سر مختلفين حاجة راحة المتبرعين وحاجة راحة الأهلين الأكثر احتياجة العربية اللي راحة المتبرعين احنا لزقنا عليها من بره البنر بتاع مؤسسة نبض الحياة وهي بتتحرك عادي ما فيش مشكلة خالص كل خطوط السر اللي طلعت لأهلين الأكثر احتياجة ما فيش ولا عربية حطين عليها البنر ولا عربية كتاب مؤسسة نبض الحياة الخيرية علما بأن ده مطلوب وده محبب وإحنا ما بنقولش ده غلط ولكن أنا كنت متعمد إن السنة دي تحديدا لازم العربيات اللي بتطلع خطوط سيرها من المحافظة القائرة أو الجيزة لمحافظات كتير جدا زي ما قلت الحردك في وجه إبلي كل العربات اللي كانت طالعة خطوط سير وده احنا نشوف التقرير ما كانش عليها خالص البنر بتاع مؤسسة نبض الحياة فإحنا بنقدر سالتنا على أكمل وجه رسالة شكر اللي جات لنا من السادة المتبرعين ومن أهالينا في كل أنحاء الجمهورية دي في حد ذاتها دفع معناه كبير لنا جدا وبتمنى ربنا سبحانه وتعالى يديمها علينا نعم الله يفرحك ويكرمك وكل عيد أطحى وكل سادة الطيبين المحترمين الخيرين المتصدقين اللي حاسين بالناس بخير وابنه يقتر من أمثالكم ويزيدكم من نعيمه لأن أنا عارفة يعني أقول المتصدقين التابعين لنبض الحياة بيزودوا ما بيقللوش أنا عايز أقول لحردك حد بيكلمني في التليفون مبارح بيقول لي في مشروع أنا مش هقوله دلوقتي علشان مش هقول نص المكالمة علشان دي مفاجأة هتبقى مفاجأة لكل اللي بيسام في مؤسسة نبض الحياة هنفرح حردك وكل المشاهدين قريب مش الأسبوع الجاي وليه قريب لأن أنا ببقى مصر أن كل خطوة بنأخدها لازم تكون مستوفية لكافة الأشكال القانونية والإدارية والمعدلة الحسابية بتاعتها هتكون ما فيهاش أي مشكلة إطلاقا في المستقبل مش في الوقت الحالي بس ولكن فهو بيعتب علي بيقول أنتو عندكوا نشاط كذا أنتو ما بتعملهوش ليه ما تعملهوش أنا مش عايزة أعمل أي حاجة بره مؤسسة نبض الحياة الله فبشرته في التليفون وديته معاك كمان محدد ولكن احنا إن شاء الله بمجرد يعني معقولة فيه أنا عارفة أن نبض الحياة ما شاء الله مؤسسة نبض الحياة دي بتكارات جديدة يعني مش نشاط خيري بس مش نشاط خيري بس سنتم تقريبا يعني ستر الفتيات الحمد لله والأسقف 100% من الأنشطة اللي بيتم تنفذها في داخل جمهورية مصر العربية من نشاط خيري احنا بننفذها مش لاقي حاجة جديدة لا لا دي حاجة مفاجأة بقى حردك متعودة بالنها دايما على الحاجات الجديدة وكمان أنا عايزة أقول لحردك محطات تنقية الميا استنى بقى الشيخ نحمد رضا مبارح فاتش سر بقى وكان فرحان فرحة والحقيقة أنا بقى فرحانة وكت حتى طلبت من حضرته مبارح وطوله هو احنا مينفعش نقابل إيمان فقالي والله يقولي بقى هي بقى رفضة حاجة زي كده وفي زي الأستاذ أمان نمازج كتيرا جدا بتبقى برضو رفضة زيكرة أسمية ولكن أنا حتى والأستاذ أمان لمطلب التقابلين يوم الثلاثة اللي فاتت قابلنا وقعدنا مع بعض شوية في المكتب يا بختك فكان لينا النصيب في أن احنا نلتقب بعد أنا كنت أول مرة قابل الأستاذ أمان زي ما معانا متصدقين كتير جدا بنتقابل بالصدفة أو بناء على طلبهم نظرا أن هم خلاص جربوا ووثقوا في المؤسسة وشافوا وراحوا وكل حاجة وبنبدأ ناخد الخطوات بتاعتني فمحطات تنقية المياه كان لها اللي أنا بسكر أستاذ أمان دايما ولي أنا بعتز لا لا أستنى أستاذ أمان دي عايزة يعني وليه بقولها عايزة كلام لوحدها كده مخصوص أنا شخصيا وما تزحلش مني إيمان أنا غيرانا من إيمان غيرانا في الخير اللي بتحمله غير حبيده يعني مش غيرا لا ده أنا غيرانا منك غير حبيده يا رب أبقى زيك يا ربي يا إيمانا بقى زيك في اللي تحمليه ربنا تتقبل منهم أنت وأصريتك كلها مش أنت بس ربنا تتقبل منهم يعني ونفسي أشوف النموذج زي النموذج ده اللي ما بيبطلش عمل خير واللي كل ما يعمل خير تحس إنه يعني أقول إيه بالبلد كده جعانا للخير أكتر ده حي وعايزة تتعمل خير أكتر ده حي وعايزة تزود وعايزة تبقى لوحدها ده حي يعني مش عايزة مش يعني تتحمل عب كبير مادي طب ورفض أن حد شاركها تقول لا خلي الناس ده حي ربنا يكرم في حاجات تانية لكن أنا عايزة مثلا المسجد ده الوحدي ده حصل فعليا أنا هقول لك طب استنى نشوف بقى طيب لقين مرد هو أنا شفت يعني سمعت من مولانا من مولانا الشيخ محمد أنا مش نحك حاجة للشيخ محمد لا بس والله يفرحنا ربنا هزح طب بعد إذنك نشوف بس التقرير نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ عبدالعزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة إحنا بنوصل وصلات المية بوصل لبيت وأنا بحفر بير بحفر لبيتين ثلاثة لشارع لكن لما بعمل محطة تحلية بعملها الكام ألف ما يجلش عن ألفين في ألفين وانت طالع هلأ لجيت جده حوالي تلاتين ألف نسمة طيب ده بيبقى في ميزان مين في ميزان حسنات حضراتنا موسيقى جايين وجايبين معنا الفرحة جايين وجايبين معنا السعادة جايين وجايبين معنا البهجة والسرور جايين وجايبين معنا الفرحة اللي منقول يا رب تتنيها دايما وإن شاء الله حتتنيها دايما ببركة ربنا سبحانه وتعالى والبركة والبركة صداقات الصالحين والبركة الأعمال الصالحة محطة شبرابيل هي المحطة التانية اللي بتفتفحها مؤسسة نبض الحياة من المحطات تنقية وتحلية مياه الشهر كانت فكرة بسيطة وبجت على أرض الواقع حلم كبير بكل الناس الناس كلها نفسها يكون عندها محطة تحلية واللي عنده محطة كانت على غير المواصفات احنا بنعمله إحلال وتجديد لو هي مش صالحة للشرب حدث كبير لما محطة تحلية نشرف عليها ونقدمها ونبتغي بيها الأجرة عند ربنا تقدم 1350 جيركن سعة 20 لتر ودي الخدمة اللي بتقدمها المحطة دي وما بكم من نعمة فمن الله اجعلوا شكراً نعمة التي أعطاكم الله إياها أن يكون لكم عمل مثل الحج راشد بيسماندس راشد خليفة عبد الحليم هو وجدته وأولاده احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في مؤسسة نبض الحياة بنسعى بنسعى أن احنا نكون سبب في أن احنا نسعى للناس دي جينا بنسويف وكان أملنا من زمان وبنخطط وبنقول عايزين نشتغل في خط الصعيد ليه خط الصعيد؟ احنا بنجي هنا كتير وعارفين ان المية شكلها عاملة ازاي وعارفين القابر الارتوازية بتحل المشكلة ازاي بس ما بتحلهاش بالكلية عشان كانت البديل ان احنا نعمل محطات تحليف مستنى ايه؟ الفرصة ممكن ما تتكررش طيب اقول لك والله ممكن تتكرر بس ما تلحقهاش شوفها تلحق ولا ما تلحقهاش ما شاء الله نشاط تعظيم التحلية وربنا كده فاتح وميصر ويعني اعتقد والله اعلم مش عايزة قفتي بس مؤسسة طنبض الحياة من اكبر المؤسسات اللي ما شاء الله ما شاء الله في مجال سقيا الماء ازا كانت قبر ده ده مطروح ما شاء الله احنا شوفنا بيه الرقم 1609 او 1609 احنا مش عارفة احنا النهاردة كسرنا 1800 الله اكبر احنا نهاردة كسرنا 1800 بير سعيزة اللي حرك ملف سقيا الماء بشكل عام في مؤسس مبض الحياة من اساسيات الملفات ايه ابتداء من وصلة الماء السعرها بيبدأ من 3000 جنيه احنا لسه النهاردة كنا عاديين بنتناقش في ان احنا مسافرين مسجد هنا ده هنتكلم عليه في اخر الفقرة ان شاء الله فواحنا مسافرين هنا ما اكتفناش ان يكون لصبة المسجد بس لصبة المسجد كارية الحجيرات لا تعايدنا مع شركة الماء علشان كمان ننفذ ان شاء الله 50 وصلة ماء الله الله فبرافة فساق الماء ده مهم جدا لانه ابسط الحقوق ومعانا بياخد كذا شريحة بيبتدي من 3000 جنيه او 5000 جنيه في وصلة الماء وبينتهي بـ 250 و50 جنيه في محطة تنقية المياه مرورا بالأبار 250 ألف جنيه فمرورا بالأبار لان احنا عندنا نوعين من المحطات احنا عندنا محطة القدرة الانتجابت عدت من 15 ل 20 متر مكعب ودي تكلفتها بتبقى حوالي 200 ألف جنيه وعندنا محطة تانية نوع تانية من محطات القدرة الانتجابت عدت ما بيقلش عن 20 ل 25 متر مكعب ودي تكلفة بتاعتها بتبقى حوالي 250 ألف جنيه التكلفة دي أعينا إيمان بقى لا الأستاذة أمان طب قول لنا بقى معلش إيمان والله العظيم انت عارفت أنا بقول ليه علشان نتنافس معك وعلشان انت ممكن لما أقول إن إيمان عملت كذا فحد تاني يغير كده منك إن شاء الله ويعمل هو كمان فأنت تاخدي كمان الثواب فأنا والله مش بقول الإسم بالكامل وأنا أتمنى شخصيا بشكل شخصي تشرفيني ونتعرف عليك لأن أنا عايزة أنا عايزة أتكلم معاك وأعرف أنت فكرة الخير اللي يا ربي دمها عليك نعمة الخير الدائم اللي أنت لا تتوقفي وفي كل المجالات فكلمني قلني إحنا للتنافس في الخير للتنافس في الخير أنا بعتز جدا بالأستاذ أمان كشخص ليه أستاذ أمان كان لها السبق يعني أنا بقول لها أكيد كل محطة بعد حضرتك الباشموندس راشد الحجة فايزة الحجة عبير الناس اللي تتبعت في تنفيذ المحطة دي كان السبق للأستاذ أمان فإن هي عانتنا فإن إحنا نقدر ننفذ النموذج اللي إحنا اكترحناه يعني لو مش المبادرة بتاعت الأستاذ أمان كنا هنفضل بنعمل زي ما عملنا في محطات مطوبس والعمة وكفر الزيات وفي كذا محطة إحنا ننفذناها قبل كده علشان نقدر ننفذ المحطة الوحدة كنا بناخد شهور نجمع لها لكن الأستاذ أمان دخلت قالت أنا هتحمل المحطة دي وبالمناسبة يعني هي كمان لما قعدنا مع بعض اتحملت محطتين جداد ما هو بقى لما عايزة يعني هي كتعاملت البويتي هي كانت المحطة البويتي ما كانش النموذج الصغير اخترت النموذج الكبير هي كانت موجودة هي والباشموندس أسامة أخوها فلما اخترناها كمان قالت أنا عايزة قلت لها طبعا طمعا بقى ايه رأيك تشارك معنا في مشروع في النخيل لأن دي صدقة جارية ملهاش فعايزة أقول لحارتك قالت لي طب احنا هناخد الفدن بياخد كم قلت لها 64-65 نخلة فقالت طيب احنا هنتبرع ب55 نخلة قلت لها طبعا طمعا أكتر وعايزك تتبرعي معنا ده غير ان الباشموندس أسامة قال اتحمل معنا في حملة سطرة واتكفل بتجهيز عروسة فالخير عند الناس محتاج بس اللي محتاج ان هو يلاقي الطريق فاحنا مجرد ان احنا بندل الناس على الطريق علشان يلاقي مسلك الخير اللي هو محتاج ينفزه فيسلك الطريق ده وينفزه والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى احنا بنبقى ملتزمين جدا في المواعيد المحددة لنا يعني حتى وانا قاعد مع الباشموندس أسامة والأستاذ أمان بقول لهم انا هنرفز لكم حتى في خلال الشهر ده المحطة التانية هتبقى الشهر البعدي لان احنا معنا اهل خير متبرعين المحطتين تانيين هيتنفزه فتخيال لحالدك ان انت تبقي تبقي تقص overlook ان انت بتعمل محطة كل 3 شهور تبقي تعمل 3 محطات في الشهر الله اكبر فده خير السبب فيه كان اللي بادر به والسبب وبرضه اللي بينفز معنا في كل محطة واللي بينفز معنا في كل مرحلة هو صاحب فضله صاحب خير وخيره بيعوم على الناس عايز أقول لحرطك وهنرجع البووتي تاني لأن لسه قدراً أهل البووتي مكلمين مبارح وطلبين مننا كم الضرر اللي بيقابلوه في أماكن كبيرة جداً مساحة كبيرة عندهم عايزين محطات تانية؟ المحتاجين من محطات مش محطة واحدة فإحنا إن شاء الله هنخلص الثلاث محطات اللي عندنا هنتاجي لهم بإذن الله في البووتي وعايز أقول لحرطك كمان أن محطات تنقية المياه لما لجأنا ليها ما كانش لمجرد إن فيه ناس محتاجة محطات تتعامل في الكرة بتاعتها إحنا كنا بنهرب من فكرة البر الارتوازي بشكل عام ليه؟ لأن البر الارتوازي الفايدة بتاعته رغم إحنا مش عايزين نمنعه ومش عايزين نكسف التنفيذ فيه لا إحنا بنشوف الأفضل في كل حاجة بالزبط ليه؟ لأن الفايدة العائدة من البر الارتوازي تحديداً البر الارتوازي هل هو بيفيد؟ طبعاً بيفيد للناس لما إيمان تقول أنا عايزة أعلى إمكانيات فكأن إيمان بتطلب لبيتها يعني لو إيمان فكرت إنها عايزة تعمل محطة تحلية هي سفيد منها يا ولدها فهتبقى عايزة أفضل حاجة فهي كمان مش بس بتتصدق بمبلغ عظيم وكبير ربنا يا رب يعوض عليها ويخلفوا أضعاف مضعفة بإذن الله ويبرك لها في حياتها وفي صحتها وفي أسرتها وفي كل حبابها لا ده هي كمان أحسن حاجة مش عايزة الأقل لا عايزة الأفضل ده إحنا وإحنا بنتكلم في المسجد فبقول لها أنا عايز المسجد لأن المسجد إنها ظروفه خاصة شوية والناس لها فيه مطالبات معينة فبقول لها قالت لي لأ إنت شوف المسجد بتاعي يبقى مداء من بابه كده علشان إن شاء الله نعمله صدق جاري يا سلام طب هستأذنك في بارد وتقرير هنشوفه ونرجع نكمل كلامنا وبقول للناس ما تستقلش اللي معاك طبعا واللي هتدفعه لله هيرجع لك أضعاف مضعفة في كل الأوجه طبعا فربنا يا رب يراضي الناس كلها ومؤسسة نبض الحياة بقول تاني 15 740 ده الرقم الساخن اتصل هتلاقي مليون حد بيرد عليه شوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا تاني مع أسرات العزيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّد لنا قيمة بناء المساجد والتصدق من أجل بنائها فقال من بنى لله مسجدا ولو كمفح صقطا بنى الله له بيتا في الجنة يعني إذا بنيت بيتا لله وهو المسجد في الأرض بنى الله لك بيتا في الجنة أرأيت الميراث لدرجة أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره ورحلاته ورحلاته وجهاده وغزواته وسائر الطرق يقوم ببناء المساجد وأول عمل قام به عندما هاجر إلى المدينة لتأسيس الدولة الإسلامية الجديدة كان بناء المساجد مسجد قبا لذلك كان بناء المساجد من أعظم الصدقات الجارية وأعظم وقف تعمله لأنك تساعد لا على نفع الإنسان فقط ولكن على إقامة الشعائر ومساعدة الناس في عبادتهم لربهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بعد كلام شيخنا الأفاضل عايزة أعرف بقى إيه الخطة اللي جاية في بناء المساجد أنا عايزة أقول لأهرر حاجة احنا طول الوقت بنقول أن ربنا كريمنا سبحانه وتعالى في الأنشطة اللي احنا بننفذها طول الوقت السقة اللي ما بين مؤسسة نبد الحياة النهوذة وبين السادة المتبرعين قامت على أن هما بطلبه وإحنا بننفذ وفي الوقت المحدد ولو حصل أن كان فيه في وقت من الأوقات تأخير في التنفيذ أحيانا فده بيبقى مبني على إجراءات قانونية تنسيق مواعيد الكلام ده كله ولكن الحاجة بتاعت الناس بتتنفذ على أكمل لأن بناء المساجد كمان أو إعادة أعمارها دي محتاجة تصريح من وزارة الأوقاف وتصريح كثيرة إحنا بناخد وقتنا شوية في الجزئية بتاعت استخراج التصريح ولكن مسجد إنا يعني يمكن اللي بتعرض معنا على الشاشة دلوقتي ده جزء من صبة السقف علشان نكمل صبة السقف ده إحنا محتاجين ما يقرب من أو ما يتعدى 400 ألف جنيه وبالعيني إحنا محتاجين سبعة طن حديد وخمسة وعشرين طن أسمنت وستة وخمسين متر زلط وثمانية وعشرين متر رمض الأرقام اللي أنا قلتها دي أنا متعمد أن أقولها بشكل عيني لأنه مش شرط أن حضرتك تيجي تتقدم بتبرع نقدي لو تقدر توفر لنا المسجد في قرية الحجيرات محافظة إنا ومعروف القرية ومعروف المسجد ومعروف المكان اللي يقدر يساهم معنا بمتر رمل أو متر زلط أو طن أسمنت أو حديد أي رقم من الأرقام اللي احنا قلناها ده يبقى كتر ألف خيره لأن المسجد ده لي خصوصية المسجد في تعقيدة شوية في التنفيذ بتاعه أي والقرية اللي هو موجود فيها مفيش غيره مفيش غيره خالص في القرية أهلينا في إنا الرجال الأعمال المحترمين وأهل إنا الأكابر مش هيبخالوا لا تكفل حضرتك كمان اللي أنا بقوله ده احتياجات السقف بس احتياجات السقف طب ما يمكن نلاقي نموذك زي إيمان كده إن شاء الله في إنا أو مع أهلنا في الصحيد يقول يا جماعة أنا مسجد قرية الحجيرات أنا عندي هعمل كل الكهرباء بتاعت المسجد هعمل كل الخشب أنا عايز أقول لحضرتك جالي ناس كتير جدا قالت لعرض جنب المسجد احنا عندنا نمازج تم تنفيذها في الفيوم كتير جدا فوق الخمس مساجد في سنة 21 و 22 وعندنا مساجد كتير جدا قعدنا أعمارها لكن النموذك ده أنا رافض أنا عندي ثلاث مساجد تانيين في البحيرة والغربية رافض أعلن عنهم لحد إن شاء الله ما نخلص من ده لا لحد بس ما نخلص من السقف بتاعه حريك هتشوفي كم الخير اللي هيبدأ إن شاء الله معنا في تنفيذ المساجد فأنا بأرجو كل اللي بيشاهدنا وكل اللي بس في مؤسس نبض الحياة ساموا لو بجزء بسيط جدا عيني أو نأدي معنا في مسجد قرية الحجيرات والله العظيم الواحد يعني أنا شايف أمني الفاضل بيتحايل يعني لو سمحت وسهمه في المسجد وهنفضل لحد ما يخلص إن شاء الله إن شاء الله مش حسين عليها من ربنا سبحانه وتعالى أمارنا ده بيت ربنا بيت ربنا يعني ده إنت لو رايحت مولانا مبارح كان بيقول لو رايحت مثلا تبارك لعريس جديد ومش عارفة إيه بيته فبتاخد له غدية البيت يعني بيت ربنا أولى أنا واسق إن شاء الله باكتمال صبت السقف كامل بإذن الله ربنا يا كريمنا وهيخلص فقط قليل جدا وإن شاء الله ندخل على اللي بعد ولي بعد تبقل لك الحاجة نفس اليقين بتاع مولانا إن شاء الله يعني مبارح مولانا كان بيكلم قال لي حيخلص إن شاء الله وطولي يا مولانا قال لي شوفي أنا البساحة كبيرة جدا وأنا متأكد ويقيني في الله إن طالما ربنا أشار إن شاء الله الدنيا حتتيسر بإذن الله إن شاء الله والمسجد وبالمناسبة اللي هنعلن عنه بعد وبعد كده في الغربية لسه حد من أهل القرية اللي المسجد بيتنفس فيها مفرحني في التليفون وجاب كل الحديد بتاع المسجد اللي هنبتدي فيه شغل بعد مسجد إنا بإذن الله الله إذن الله فهنبدأ خطوة هنبدأ الخطوة الجديدة هنبخدنا فيها شوف بإذن الله يا ماشاء الله بس ده أولى المساجد بالتنفيذ بإذن الله أنا من الصعيد وعارف أهلي في الصعيد طبعا أهل الكرم كله طبعا فما بالك بقى بإنه يعني يعني استغفر رازم حاشا لله أنا أنا أقول إن هما كرم مع الله ده هو ربنا الكريم الكبير طبعا لكن هم كرم مع نفسهم إن شاء الله حيكرموا نفسهم بأنهم يبقى ليهم نصيب في هذا المسجد وبإذن الله الحلقة اللي بعد الجاة نكون بنعرض إن شاء الله صبت السابق يا ماشاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله سكف ربنا سبحانه وتعالى يا رب طيب إحنا دلوقتي كلمنا عن المحطات وعرضنا المحطات العظيمة اللي فتحتوها ولسه إن شاء الله شغالين وحنروح البوزي تاني إحنا عندنا الشهر ده ثلاث محطات بإذن الله هنفرح الناس برضو بيهم افتتاح إن شاء الله بإذن الله الله إحنا دلوقتي الناس موجودة شغالة في كفر الزياد بناء على رغبة المتبرعة اللي هنعني لعانها محطة في المحطة الجاية وهي اختارت القرية قرية زوجها في كفر الزياد وتكفلت بالمحطة كاملة كمان إحنا مش هنحط ده أمان ده زي أمان كتير آه طبعا والأستاذ أمان هي لها صبك في كده و هنذكر اسم المتبرعة في المحطة هتنفذ بإسمها إن شاء الله و نسعدها و نسعد المستفيدين الله يسعدك و يسعد كل المتصدقين المتبرعين اللي مخاليين البلد دي في أمان بسبب طاقتهم الطيبة مع المحتاجين 15740 ده الرقم الساخل لمؤسسة نفض الحياة أهلي في الصعيد يتصلوا دلوقتي و يقولوا إحنا متكفلين بمسجد الحجيرة إن شاء الله أنا بشكر حضرتك جدا شرفتيني و أناس تاني شرفتيني للأسف الفقر خلصت سنوني الفقر الجاية إن شاء الله تعجبكم فصل الصيف ده فصل بيفضح شوية بيفضح إزاي إن بنلبس لبس خفيف واللبس الخفيف بيبين تفاصيل يعني لو شتا شكت وكلفتة وكفية ما بيبينش التفاصيل قوي لكن في الصيف أنت حضرتك يعني واضح ظاهر ظهور جلي قدام كل الناس بجسمك بكرشك بتخنك طيب إحنا كمان طالعين من العيد والعيد رؤاء بقى فتة لحم مضاني يعني ما لازة وطاب فمعدتنا كبرت يعني لما بنأكل كتير غصبا عنها معدتنا بتكبر فبنجوع أكتر ومعدتنا تفضل تطلب إنها جعانة فمخينا يقولي يلا أمي كولي فتاح التلاجة بيبقى شوية شوية هنأكل التلاجة ذات نفسها هل في وسيلة إن أنا أرجع تاني أحترم نفسي كده ومعدتي تحترم نفسها وحجمها وابقى آه ليه نفسي أكل بس أكل حبا صغنانين وخلاص الحمد لله أشبع وكله تمام في وسيلة كده حد بيقولي ده سحر ولا إيه آه في وسيلة ووسيلة الحياة سحرية وأهم من إنها وسيلة سحرية هي وسيلة آمنة 100% أنا اللي بقولي الكلام ده لا مش أنا الناس المتخصصين ومتخصصين عن علم يعني دراستهم التركيبات وصيدلة مش حد يعني ما خبير تخزية مثلا لا ده صيدلي يعني المكونات دي شغلته الأساسية وبفرح بوجوده لأنه بيخليني أشوف تجربة مبسطة لمعدتي وهي مليانة دهون كده وأشوف الدهون إزاي بتخلص منها فبفرح قوي بالفترة دي اللي مش عرفني فيها دكتور محمد تركي وهو مدرس بكلية الصيدلة يا دكتور زي حضرتك يا أهلا بيك شرفتيني أريستينا نور الدنيا وبفرح بيك لسببين السبب الأولين أنا قلته أن أنا بشوف معندتي بشكل كده مبسط تجربة علمية شوف الدهون المتكتلة في جسمي بتنزل ازاي بفرح تايي لأنك بتديني طاقة إيجابية وما بتقوليش ممنوع ناكل كذا وفي الفطار معلش حتلتزمي بربع بيضة ومقصومات وحاجات اللي الأنظمة اللي محدش بيمشي عليها اه فكلمي بقى أنا عجبني يعني أنت قلتي حاجة جميلة قوي في الأول قلتي الصيف أنت منك للسمنة كده ومنك للتخن كده دي حقيقة كلنا محدش فينا بينزل في الصيف لابس جاكت ولا لابس بدلة ولا مداري الكرش بكوفية كده بننزلها من قدر صعب جدا إحنا بنلجأ للحيال دي في الشتاء عشان نتخلص من شكل الوزن الزيت ولكن في الصيف إحنا بنضطر عشان الجو الحر وعشان 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 إن إحنا نلبس هدوم خفيفة طب بلاش كده إنت عايز نفسك تروح البحر نفسك تصيف نفسك تقعد على الشط حتى ما تنزلش البحر ولدنا الشباب اللي بدل بيبقى عنده عضلات يبقى عنده كرش كده بطنوة كده جناب إيدين أنا مش يعني دايما مش بقول إن ديت حاجة صعبة أو إن دي حاجة لا كلنا معرضين إن إحنا نبقى زيادة في الوزن يعني أنا ليه أنتي قلت بتدينا جرعة أمل أو تفاؤل أنا عايزة أقول إن أي حد عنده زيادة في الوزن ما يزعلش خالص لسبب واحد بس لأن كل الناس معرضة إنها هتوصل للزيادة دي يعني دي مش مش لناس والناس كلنا ممكن كده وكلنا زي ما حضرك قلت كده بحاجة بسيطة طالعين من العيد وطالعين من عزومات وابناكل دي حاجة طبيعية ولكن اللي مش طبيعي أو اللي غلط بقى إن أنا سيب نفسي كده ليه لأن نرزل بقول كده الحل بسيط وسهل إنتي قلت في الأول يعني ما قلت ده سحر لا أوه مش سحر هو اللي حيقول لنا هو فعلا الحل بسيط جدا الحل بيكمن وبيبقى فوكس دي قوي في فكرة إن أنا أسيطر على شهيتي أو أكل أكل قليل وهي دي مشكلتنا حضرتك دي مشكلتنا تسيطر على الشهية دي دي اللي البقى مش بيقدر يحط إنتي بتقولي يعني بنفضل راحين جايين على التلاجة بنسميها يعني كنا أطلقنا عليها هرمون التلاجة اللي هو أنا أنا عندي هرمون التلاجة دلوقتي عالي رايح جاي على التلاجة أكل لغاية أما فعلا حاكل التلاجة ما هو أنا جعان طب أسيطر إزاي على شهيتي عندي طريقتي طريقة ممكن تكون فيها إرادة بصي بصي عليك حاجة أنا مش عايز أخلي أنا مش عايز أخلي أراهن على إرادة الشخص ليه لأن أنا دوري إن أنا ساعده ما أنا لو قلت له إرادة وعزيمة وكل دوت تتقلل أي حد صح ولا لا صح يبقى أنا فدته في إيه ما فدتهش في حاجة فنعمل إيه بقى عشان نسد شهيته فعلا غصبا عنه حتى لو هو ما عندهش إرادة زي ما بقول دايما الأليف الطبيعية زي ما حضرتك قلت طبيعية 100% وأمنة على فكرة فيه كابسولات وفيه حاجات وحاجات كيميائية كتير أنا كصيدالي بقولك عليها فيها أدوية كتير جدا بس نزلي كده الصيدالية وافتحي كده الدواء من الأدوية اللي بيقوله بتخصص أيا كان بدون ذكر أسامي وقري الصيد إفكت أو الأثار الجانبية اللي بتيجي منه حتلاقي بقى إيه دوخة بطنك بتوجعك ضربات قلبة عالية أرق غسيان لأنه أنا جربت مش بتعرفي تنامي خالص لا أقرأي الأرق يمان إن أنا عاجز شو نايز أرجع ليه لأنه بيبقى من الحاجات الكيميكالز أو بتبقى تركيبة كيميائية ما فيهش أي حاجة طبيعية طب الحل إيه بقى الحل البديل اللي احنا متكلم فيه أليه في سوتي بتقدم لنا إحساس بالشبع لمدة قد إيه تتخيالي كده أنت أنا حاسة بالشبع لمدة قد إيه أنا عايزة بس يعني عايزة خمس ست ساعات أوه لأن في الصيف فعلا الواحد يعني بيبقى على طول التيرن أوفر بتاعه والهضم سريع وبعدين يمكنك برضو ليه كمان يا فندم بنحس قوي إن إحنا كل شوية جعنين لأن بنعتمد على العصايا مثلا في البيت شوية عصير وفيها سكريات سكريات بتدي إحساس إن أنا جعانا كل شوية أنا عايزة أقول لك بمناسبة اللي قلتي دوت السكر يا جماعة بتاع الفاكهة يعشان برضو الناس تبقى فاهم السكر بتاع الفاكهة بيزود الوزن عادي خواله لأن في ناس عندها تقض غريب شوية إن هتاكلتنا إنت لا تاكله بجة مثلا إن العسل السكر اللي في العسل دوت مش بيطخ لهو بيطخن عادي ده سكر طب السكر اللي في الفاكه الفراكتوز لا ده سكر برضو طيب أعمل إيه عشان أقلل في نسب الأكل دي هقول لك نظام وهقول لك كل زي ما أنت قلت كده ربع بضاية وفتفوت تعيش عارفة ده كده مش استحالة استحالة حد يقدر يستحمل نظام زي ده طب اليفسو دي زي ما بقولك كده بتديك بقى إيه بتوفر إيه أو بتعرض لك إيه أو بنراهن على إيه بنراهن على إحساس بالشبع لمدة أنا بقولك مش خمس ساعات ولا عشر ساعات أنا بتكلم في اليوم كامل تخيل أنت 24 ساعة في 24 ساعة أنت حاس أنك شبعان هتاكل إيه هتقول لي بقى هتاكل لي هتعمل لي نظام يا دكتور محمد أو أي حاجة لا كل بقى اللي أنت عايزه اعمل اللي أنت عايزه ليه لأن أنت حاس أنك شبعان طب أنت لو أنت لو حاس أنك شبعان هتروحي على التلاجة لا خلاص هتشرب يبقى مياه بس لو مجمرة بقى مثلا ساعة الغداء والولاد العزين الولاد والعيلة ناقنق لكن مش حاول مش حاول دوس بصي بقى إحنا بنخس إزاي إحنا بنخس لأن جسمنا بيحتاج 2000 سعر حراري في اليوم لو دخلت له 1500 هتخسي ال500 دوس لأ وفي فرقه دكتور دخلت له 1000 ولا 200 لأننا أنقنق ورمرم بصي لأ لأ ده أنا حولك بقى حاجة لأ بصي بقى يعني عشان بقى إيه دي نريح فيها الناس لأ أنا عايزك نقنق رمرم وإعمل اللي أنت عايزه لأن أنت كده كده هتدخل سعرات حراري زي ما بقولك أقل بكتير جدا من الجسم المحتاج طب إزاي ده بيحصل إزاي هي إزاي الألياف الطبيعية بتحسسني بالشبع لمدة الـ 24 ساعة دي أنا دايما بقول معيها الفيديو يعني إيه إزاي الألياف أول ما بتنزل في المعدة بتعمل إيه إحنا هو شايفينه قدامنا آه بصي وانس إنها نزلت المعدة خلاص باشرب وراها كوبايتين ثلاثة مية مخي بيقو حد بيقوله مخي إركز بقى خلاص أنا شبعان المعدة فعلا شبعان بقى حقيقيا يعني ده مش كابسولة ولا حاجة لا ده أكل اللي فعلا نزل في المعدة طب إيه اللي بيحصل بعد كده بتزود لي حاجة اسمه الميتابوليزم كلمة الميتابوليزم اللي قدامنا دي يا جماعة يعني الحرق ببساطة جدا بلغة شعبية يعني بتزود التروس بتاعت الحرق بتاعت الجسم بس هنا مين اللي بيحرق الجسم ولا الألياف لا الجسم نفسه هو اللي بيحرق الجسم ولا الألياف لا الألياف بتحسسني بالشبع لا الألياف نزله تهايه خ Starting لا ما أنا حقولك دي بقى في الدهون نجيلك فيها بس الأول نبقى عارفين إن الألياف الطبيعية بتحسسني بالشبع لمدة 24 ساعة فبتخلي الجسم يحرق طبيعي الجسم نفسه هو اللي يحرق طبيعي بننزل أدي إيه بقى ودي الحاجة اللي زي بنقول كده الجبارة من 6 إلى 10 كيلو في الشهر الواحد ومش بس كده من 6 إلى 10 كيلو؟ من 6 إلى 10 كيلو في الشهر الواحد بس بقى أخدي دي الميزة عندي أو الحاجة الحلوة اللي أنا دايما بتكلم فيها إن في حاجة اسمها الإيه الجمب ستارت أنا بسميها كده إيه الجمب ستارت يعني إيه البدايات البداية فأول 10 أيام يا جماعة فأول 10 أيام حتلاقي نفسك نزل 3-4 كيلو تخيل أنت في أول 10 أيام لما تنزلي 3-4 كيلو يا له دي بقى حتبقى فرحانة وحتشد على نفسك أكثر طبعا طبعا أنا عايز أقولك إن بتفرق الكيلو الكيلو أنا عايز أقولك بيفرق في الشكل فما بالك نزلت 10 كيلو في الشهر رقم جبار أنت لو مشيتي شهرين 3 أنت ممكن تنقصي 30 كيلو أنت بتخيل يعني إيه يعني واحد لو وزنه 100 كيلو يرجع يبقى 70 فرق فرق جبار وفرق في النفسية وفرق في كل ده طب أنا عايز أبرضه أريد بحب أقول تجربة بتاعة الجزء اللي قلت لحضرتك الألياف بتاخد التهون وتنزل آه دي أنا قلتلك دي اللي هي الميتابوليزم دي اللي هي إيه حوريهالك طب بصي بأنا حقولك حاجة تعالي أوريكي الأول اللي إحنا شفناه على الفيديو اللي إحنا لسه شايفينه على الفيديو ده اللي هي الألياف هي بتنزل المعدة وبتقبر حجمها تمام وبتأفل المعدة تعالي أوريهولك على زي يقول كده ديمونستريشن أو تجربة إيه في المعمل في المعمل يال كاننا عاديم في المعمل أنا دايما بعمل إيه بجيب نص كباية مياه وفي ناس كتير بتسأل إزاي بحضر الألياف أو بستخدمها إزاي طيب هي الألياف عبارة عن بكت الجرجير أيوه البرتقان الحاجات بتاعتنا أيوه مش بتلاقي فيها عروق كده آه العروق دي الألياف بس إحنا بقى منطلحها ونستخرجها ونعملها بالطريقة ونستخرج بينها المكونات المكونات اللي هي بقى بتحسسني يعني تنفع جسمي بالزبط طيب أنا بقول إيه دايما في ناس كدير بتسألني بحضرها إزاي بجيب البكت عادي خالص وبحطه على نص كباية مياه زي ما إحنا شايفين كده ماشي بفرغ محتويات البكت طبعا البكت هنا 17 جرام من الأليافة الطبعية تمام ويتش إز رقم يعني كبير جدا 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 دا الجسمي محتاجوا مثلا أكتر كمان دا أنا بديك حاجة يعني أكتر من الجسم محتاجوا بصي بقى أول أنا هميني إيه بصي أول ما إيه المياه تحت هي بصي دي كان في مياه شايفين المياه كلنا صح كده آه هي موجودة أيها آه طيب شايفة أول ما شاف المياه حصل إيه بدأ إيه مش عارف ده كده آه بصي بدأ يمسك في المياه إزاي آه فحنعمل إيه حقلبه عادي خالص زي ما إحنا شايفين كده تمام دا عشان الناس الكتير بتسألني بقولك أحضرها إزاي أو استخدامها إزاي جز إن أنا بقلبها كده لغاية إيه لغاية إيه الاند بوينت بتاعتي أو لغاية أما بوصل لإيه لغاية لما تمتص المياه اللي كانت موجودة أفضل أقلب كده أحس إن أنا مش عارف أقلب آه حفضل أقلب بصي بدأ تتقل إزاي في إيدي مش قادر أمسكها بإيد واحدة وأقلب حتفضل يتقلبي كده لغاية لما إيه لغاية أماسك تتماسك تتماسك خالص تبدأ هتقولي لي ده إيه اللي بيحصل في الجسم هنا هقولك الجسم هو الكوباية البطن معدتك هي الكوباية خلاص أي وباشرب ميا عادي خالص وباخد الألياف في الطبيعية أنا كنت بأسي يعني لما هي كده عملت تجمدت كده أقدر بقى إيه أطلح عادي خالص وياكل منها أكلها زي المهلبية أكلها زي المهلبية أنا عايز أقولك حاجة بقى بس أشرب ورها ثلاثة أربعة كوباية مش عايز أقول لحضرتك حقيقي أكيد أعرف أنا عايز أقول للناس إن طعمها أنا كنت فاكرة إن في طعمها يعني مش بس بس أقصب بالله اللي هياخد بكت عايز ياخد تاني بوسي بقى دي حاجة تانية إحنا بنراهن عليها ليه لأن إنت مش مطالب منك إنك تبقى مداء وإنت بتاخد الحاجة بالعكس إنت لازم تاخدها تعجبك عشان تفضل مكمل عليها أنا دقت في حاجة في مرة اللي هي بالفاكهة ما هي دي آه السوتي بالفاكه وفي سوتي بلاس بالفانيلي فانيليا أنا عايز بس أوريكي حاجة طبعا ما دقتش بالفانيليا إحنا كنا حطين إيه إحنا كنا حطين ميا صح شايف الميا ما فيش فين الميا يا جماعة بشي أولك سحر بالزبط كده أنا ده قصدي إيه أنا قصدي أوريك إيه إن الكباية دي يا جماعة هي معدتك خلاص دي معدتك والألياف نزلت فيها بصوا بقى معدتك تقفلت لغاية فين يعني إحنا كنا إيه كاية الكباية فيها ميا بس ولو زونا ميا تانية حتزيد لأكتر حتزيد لأكتر لغاية ما تتقفل خالص طب إنت لما معدتك تبقى بقفولة خالص هتبقى قدر تاكل لا مش هتبقى قدر تاكل ولكن الفرق والأهم من الفرق دا يعني من أهم الحاجات اللي بتميز ألياف سوتي وبنران عليها إنها طبيعية 100% بتحسسك بالشبع الحقيقي وطعمها جميل إنها قفلة طب الحتة الرانية كده يعني عملناها وتأكدنا بينها إن أنا لما أكل سوتي كده زي المهلبية حشبها حضر أعضب أشرب بس كوبايتين 3 مية وخلو النقطة أنا بحبها برضو الدهون الدهون اندي جديلي في أهم حاجة بتفرق في شكل الجسم بصي الدهون دي يعني العنصر الأساسي اللي بيبوز شكل الجسم سواء كان سيليولايت سواء كان دهون متراكمة في حتة يعني فيه ناس كتير بيطلع لها دهون في الفاخدة أو في الإيدين على شكل كلاكيع أو في الظهر بزبط ومش بتبقى متنصقة بيبقى على شكل كلاكيع ليه؟ لأن الدهون دايما أنا بقول يا جماعة شوف بص افهمه نفهم كل حاجة العلم يعني واحد زي ده واحد يسوي اتنين الدهون شكلها عامل ازاي؟ أنا دايما بقول صورة الدهون يعني نشوفها مع بعض بصي صورة الدهون تقداري تقولي لي ايه شكلها؟ مربع دايرة ملامي كده ما تقداريش ايه شكلها دي ما تقداريش بيسموه في الصيداركها بولي مورفيزم يعني أشكال متعددة بصي شكلها عامل ازاي؟ نفشة وشكل مش متساوي غير متساوي دي اكبر مشكلة بتعمل لنا سمنة بتعمل لنا امراض غير سمنة حتى وتعمل لنا جسم شكل وحش كمان بتعمل لنا شكل الجسم وحش ان بطن بقى فيها عاملة هنا كده وهنا كده حتة داخلة وحتة وحتة طبعا وعايز اقولك بالل للأسف المشكلة في ايه بقى؟ ان اغلب 99% من الاكل اللي احنا بنكله بيتحول في الاخر للدهون اللي احنا شاكمل للمنظر احنا شاكمل هتقولي لي بقى سكر طب السكر مالو السكر بيتحول لدهون هتقوليه السمنة الزيت كله كله دهون العيش كل الحاجات دي الخبز بتحول لدهون في الاخر الاند بروتكت بتوعه بيتحول لدهون ويتراكم في الجسم يتراكم في الجسم طب الياف سوتي هتوفر ايه برضو لده او هنراهن على ايه على الدهون طب ما نشوفها بقى تعالي نشوفها كده مع بعض انا دايما بقول بجيب ايه ده زيت كأنه ده دهون الجسم هو ده اللي بيحصل ده الزيت ده من يعني من اوحش انواع الدهون اللي ممكن ايه تقابلها طيب هنحطها كده على شوية مية ليه انا حطيتها على مية عشان المية مش هتختلط بالزيت لا فإيه اللي يحصل يعني كبا بينا كده ايو وشيكين بصي بقى الطبقة الطبقة بتاعت الزيت بينا جدا ايو طيب الياف سوتي احنا قلنا الجرعة بتاعتها يا جماعة باخد باكت قبل الغداء وباكت قبل العشر تمام بتلت ساعة وباشرب طب انا نفسي ااخد باكت كمان قبل الفطار تلاتة ليه كتير هو كمية اتنين حلوين لو طعمها حلوة ماشي بس انت هتبقى الاتنين باكت دول هيخلوك تقول اليوم اصلا مش قادرة تاكل طيب انا باخد الباكت العادي اللي قبل الغداء وبحطه على الزيت كده زي ما احنا شايفين وبكم اليوم يا عادي خالص وبستخدم الباكت التاني زي ما بنقول لان الجرعة اتنين باكت ايه في اليوم في اليوم طيب يعني ممكن حضرتك طيب اخدهم مع بعض الاتنين لو عايزة لو بتاكل وكبة كبيرة قوي بس يعني برضو كالينا زي ما حالك بتقول عشان بلاش نفتكس لا عادي عادي ما انا ببصي حول لك حاجة بقى هنا في برضو حاجة بنروهن عليها هي الامان عنصر الامان طب انا اخدت اربع باكتات في اليوم فيها مشكلة لا ما فيها مشكلة طب انا اخدت نص باكت في اليوم فيها مشكلة طبيعي ما فيهوش كامية بس خلال بص دكتور بصي بقى حتبدأ ايه اللي يحصل بقى الفقرة اللي بحبها دي بجد يعني المثال بيبين انا مش عايزة ده دخل معاها خالص اهيب عمالة تبطع هتفضل بص بقى ايه هي دي بتكسر دلوقتي في جدار الدهوم هي بتعمل ايه بتكسر جدار الدهوم بص 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 في المنظر بص بقى المنظر ده بص واه احب الحتة دي اتكومت كلها الالياف كلها اللي احنا كنا حطيناها البودر دي اتكوم كله ومسك في الدهون وكسره طب هتقول ليه ده ايه علاقته ايه علاقته علاقته انه بيكسر لجدار الدهون ده بيفتتها بيفتتها طب زي ما حديكي مثال بسيط قوي للناس كلها عشان تفهمه انت لما بتكي بتغسل بتغسل الطبق مثلا بتاع مش بتحطه صابون سائل صح هل الصابون السائل انت بتحطه بعد كده خلاص ولا انت خلاص تغسله بمية ايه فايدة الصابون السائل ده انه يكسر للدهون تنزل المية بعدي انت بتشرب مية عادي كده ده خلاص يتمسح وتغسل بقى زي الفل ده اللي شفناه في الصورة اللي انت قلتلي ايه ده ايه ده بياخد الدهون وينزل في الفيديو اللي فات اللي هو ده بياخد الدهون ويجري على وانت بتعمل حمام او كده ويخلصك من الده بعرفنا كده الجسم هو اللي بيتخلص من الدهون معلش عيوني لان حكي اللي فاتت النظر لي اهو هل يعني اصفة بيحصل بيعمل اسهال مثلا لا بالعكس هقولك على حاجة انت لما عندك اي مشاكل هضمية يعني في القولوت امساك او اسهال بيقولولك كل ايه كل خضروات خضروات ليه خضروات عشان تعمل تالين عشان الالياف اللي فيها ايه رأيك با هم بيقولك كل خضروات مش عشان حاجة عشان الصلطة والخضار وحاجات دي فيها الياف طب بالمرة ازودلك انا سؤال بقى يعني في ناس كتير بتسأل عليه طب الناس كتير يقول لي مانا ممكن اكل انا ايه خيار وكده اه دي حتسد حاكل طن فدان احنا غيرنا بدلنا الادوار بقى انت رديت صح تماما انا عايزة كنت نخيار وجرجير عشان اعرف اجيب 17 جراما دكتور معلاش نامن بحب يعني معلاش ناس لا طبعا طبعا عايزين افرات عايزين خصوما حاضر عماية 50% عشان الصيف وعمال الصيف 50% لمدة قد ايه لا نلحق يعني احنا سايبينها كده مفتوحة لفترة حتى نفاذ الكمية طاي يعني اه سايبينها 50% بس ياريت كلنا نبدأ يعني ليه لان انت معاك دلوقتي حل سهل ما هو يخدم الحاجة لما بلحقها وفي البداية هيبقى علاجها سهل بزر لكن لما بقى قد كده هايبسهل هايبسهل برضو معاليا فسوتي ليه لان احنا بننزل 10 كيلو في الشهر احسبيها انت لوازنك 150 كيلو ونزلت 10 كيلو في الشهر هتلاقي نفسك ده رضا واربع شهور هتلاقي نفسك 21 طب احنا معنا سمر سمر يا احنا ازايك يا سمر عليك السلام عليكم السلام عليكم يا بركاته سمر انا عرفت ان انت لكي تجربة قلت له في الكنترول لكي تجربة مع سوتي اه طبعا قوليلي بقى عايز اقول لك هو منتج ممتاز ممتاز وبانصح الناس كلها به وانا اسفة في اللي اقوله انا كنت بحسيبه شغل اعلانات وبرنامج تليفزيون وكلام من ده فقلت اجرب فجبت الصراحة جات النتيجة هاي لو ما صدقتش ما شاء الله طب خستتي ادي يعني انا خستي ادي انا خستي 8 كيلو 8 على الميزان بس كاتوتا للشيب بتاعي رائع يعني دهون كمان نظر كتير جدا ما شاء الله المنظر العام انا فقاله مش مشكلة عندي اطراح الميزان اللبس انا بسوطا للشيب او اللبس المنظر لا حاجة رائعة يعني بنطح كل الناس بي طيب عندك كم سنة 38 اسم الله عليك بقيت تلبسي مقاس قد ايه اقل مقاسين مثلا لا تقريبا عايز اقولك كمان تلات مقاسات مش مقاسين اسم الله عليك يعني بقولك انا كانت مشكلتي في الجزء اللي تحت الارضاف والجناب والذي كانت مشكلة بنزلي صعبوت يعني جاتلي عقدة منها وانا طول الوقت من ضاية افداون يعني شغلة فوق تحت كده فخلاص فقدت الامل فقلت خلاص بما اني نستري دايما حاجات كثيرة اجربت اجربت كانت التجربة فضيعة طيب حبيبتي هستأذنك في حاجة هتكتفي بالقدر ده ولا هتستمري هو انا كده الحمد لله مرضية يعني انا احسن ضمنش 8 كيلو انا حسن كتير انا طمعين احنا طمعين كستات عايزين تاني ايو انا طمعا انا طمعا فانا ان شاء الله تيني يعني انا مش هكتفي بس انا كده لا بالنسبة اللي كنت جي احسن انا نزلت الموت بسم الله عليك طب سؤال برضو مهمة قوي بالنسبة للأكل والشهية العالية اللي احنا لا 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 خالص ما عندكيش يعني كايني عملت تكمين الله ما شاء الله يعني من غير عملية ولا دراحة ولا مصاريف قد كده لا 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 المنتج نفسه انا عادتها معليش انا في الشارع بس لا اي روحي تنبلي المنتج نفسه انا كايني عملتها عملية تكمين انا كنت باقول لي انا تكمين كل مجانين انا مقدرش اعمل العب فمعدتش اقص باخيب بسرح فانا كايني كان بطنة وامانيانة وشغلتي للحاجة موجودة قداني لا اه وانا مشكلتي نفسها كانت في العيش انا بحب العيش جد تاني وانا والرز والرز كل هبص عليها اي اكلة هنحبه المهم ان انا نسيطر على نفسنا بس انا كنت بشاهل حاجات دي حتى ما سأاخد معلقة رز مقدرش اكمل التانية طب انت جميلة امي والله ايه الناس الحلوة اللي بدينا طاقة حلوة دي لا حقيقة الواحد دي كل حق الله يعني وعارفة برضو حبيبتي هو المنطق جميل وطعمه جميل وكايني انا معملتش حاجة اسم الله عليك ومن غير مجهودة الحقيقة عارفة كمان الستات الستة المصرية دايما منطقة الجزء اللي تحت ده مزعج مبتعرفش ده صعب جدا فانك تنزلي من مناطق خاصة كبير يعني كان كتير فده حلو جدا صعبة منطقة صعبة حقيقي ربنا يكرمهم ويبرك فيهم بزي ما هم تعادوني ربنا يا سعي دي حاجة تقرد حياتي ربنا يا سعي شكرا يا حدتي ألف شكرا من الفيجة من المناطق كان يهمين يسألها ايش هي ايه طبعا دي حاجة مهمة كذلك باكل معلقة الرز ما بكملش هو ده اللي انا عايزه مش فرقة بقى معي نظام مش نظام مش فرقة طب انا عايز اقولك على حاجة تفيقي يعني يمكن معنا صور ايوا دي بقى استنى بقى الفرق يا جماعة بيبقى غير ليه لانه بي يا حبيبي ايوا بصي ده حلو قوي ده بدأنا بحاجة مهمة جدة كرش حبيب بس سنه بصي سنه لو لاحظت صغية ايه ده ده من 13-12 سنة وعازي انه ياخده في السنة ده من سبع سنين هم تاخده مفيش اي مشكلة بس انا عايز اقولك شوفي الفرق انه هو على الاطفال الاطفال دايما ما بنعرفش نكنترول ولا نتحكم في اكله لانهم بيأكله زي منهم كانوا بنرم رم بيناكل اي حاجة صح؟ بصي بقى الفرق قابل وبعد هفيت تي شيرت في اللبس في الهدوم ما شاء الله ده اي مني قوي عشان الكرش بصي برده الفرق اه واينا برده واينا جدا لو لاحظت برده ايه يعني ميدل ايج خمسينات الكلام ده بصي الفرق البطن يعني ده الحزام بتاع البطن كله هو مفيش مش موجود اللي هي الكرش والجناب والارداف والحدة دي ده اللي انا كان هممني قوي في حتة الصور عشان ابين حتة البطن بصي الفرق قابل وبعد ده بقى السيلوليد كمان بصي الكرش يعني تحس ان الدون متقطعة كده في الجسم وعدين بقى ايه المشكلة كمان انها بتعملك بطن بصي السيدان بصي يعني فيه ناس كتير بتقولي انا اهم حاجة عندي ان انا انزل في المقاس ايوه يعني اقل في المقاس ما زي الاختي اللي كلمتنا من شوية بتقول ان نزلت ثلاث مقاسات هي دي اهم حاجة عندها ليه لانها بتنزلت ثمانية كيلو قبل عشرة كيلو كلها دهوط ما شاء الله ودي من الحاجات طبعا المفرحة اللي بتخلي شكل الجسم حدي وغير الشكل والجسم والله العظيم والصحة والصحة طبعا 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 يبقى عندي طفح اومة تتخل في بيتي طبعا 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 انا عايز اقولك ان الناس بتبقى يعني ايه بتسيب الصحة دي اخر حاجة طبعا انا بنسبالي الصحة مهمة والشكل مهم والستات كمان طبعا بنسبالهم بصي الفرق اه الزرعي مش بتقفل بفعلا وانعايز اقولك الصورة اللي من الجنب تبين الكرش اكتر صحا يعني حالتين يبينوا الكرش وانت قاعد او ايه او صورة من الجنب بصي بقى الفرق الصورة اللي من الوش تحسيها بصي الفرق دي فرق جباه هو ده الفكرة انه بينزل نزول سريع وفي نفس الوقت مش مدر مفوش اي حاجة من الحاجات الفضل طبعا احنا ثانية واحدة معانا برضو معانا ستة محمد ايوه ايوه معاك يا اهلا يا محمد اهلا بيك يا ستة نشوه عامل ايه ومحمد عامل ايه اللهم لك الحمد الحمد لله ربنا يخليهولك يا رب جربت انت سوتي برضو اه طبعا جربت والله ومشاء الله مشاء الله ربنا يحسن ما بين ايديه يا رب الدكتور بنا يعيوه بني خليك بوينایں هاي خستية ايه انا ختيت 15 كيلو بشهر ماشا الله ببنا تقول لما انت سيطل عالته ماشا الله والله والله حقيقي 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 ماشاء الله عليك وماذا عندك كم سنة ماولك يا حبيبتي عندي كم سنة انا عندي واحد وستين بسم الله عليكي ماشاء الله ماشاء الله طب الركب بقى والتقلل على الركب وعلى العظم يديلي يديلي يا أستاذ نسوى أنا معي محمد معاق وعنده 27 سنة فبتشيلي طبعا ودعواته بقى لما تسمعيها ما قدرش أقولك مش هبطلي تكلمي لأنه يعني حاجة من الجانب ده نكلم واخد الدعوات الحلوة كمان أمامه ابقى يكلمي وانا خليه كلمك ويدعيلي حاضر يا حبيبتي ده أنا أتشرف والله إيه وأتعرفش اللي تدعي والله بس نفسي كنت أخس أعرف أتعامل معاه أيوة حبيبتي محتاجة مجهود أكتر من الحد العادي طبعا والله 27 سنة والله ربنا كريم ما في شكر من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يبرك في عمر الدكتور ربنا يقويك ويكريمك ويشفيلك محمد يا رب ويديك الصحة والعافية أهم حاجة وأنا فرحانا الحمد خسيتي 15 كيلو في شهر الرقم 61 كيلو دي 61 سنة يعني ده معناه الحرق عندها مفيش بزبط كده بقى إنا ده كثرة بقى كل صح طبعا فوق 50 سنة الحرق بتاع الجسم طب لاحظ الكلام حبيبتي بيحرج طب معانا بقى نشوف بقى الرجالة بقى مع الستات عمالك معانا ماشي مين محمد يا محمد زيك ألو ألو يا محمد أنت فين يا محمد طب معلش يكلمنا تاني يا محمد معلش فرحانة قوي أنا بالستة محمد والله العظيم طبع 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 بتغير حياتها لأن كمان هي محتاجة صحتها زي ما قالت أنا محتاجة في أنها تراعي تراعي ابنها وكده ومش بس كده وعشان على فكرة الحاجات دي يا جماعة مش هقولك بتطول العمر أو كده الأعمار بيدرق بنا طبعا وكل حاجة ولكن الاهتمام بالصحة يوصلنا أن احنا نعيش حتى عمرنا كويس طب محمد رجال يا محمد يالله بيد قالو 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 يا محمد إيه يا محمد تليفونك فيه محمد ألم جاه طب محمد معنا ازايك يا محمد ايه؟ ازايك قالو لا تسلينا يا دكتورة ناشة ازايك حياتك عامل ايه؟ انا مش دكتورة والله كان نفسي مع دكتورة انت جربت صوتي يا محمد قالولي ايه انا جربته في نصف شهر اثنين كنت بقى عاني من دون عالكابة اه اس تريف تمام؟ فقالك لازم انتكس فتبعت برنامج بداعكو وطلبت المنتج وجال المنتج في خلال ثمانية واربعين ساعة ما شاء الله والله وتبعت النظام الغذائي اللي انتو وصوله عليه تمام؟ نزلت على ربع تشاك كيلو في خلال ثمانية ونصف او شارين على وجه التحت ما شاء الله يا حبيبي ما شاء الله خسيت حلوة الوزن المثالي ونفس الوقت اكلتي تحدث والمعدة برضو نفشت منها ما بيتش داخل اكل ذا الاول اللهم وصلنا على النبي وصحتك الحمد لله زي الفل لا لا احسن بكتير بعد الرمشي ما فيش اي مشاكل في رجلية ما فيش اي عاطف اي حاجة الحمد لله رب العالمين يعني كل دا فضل مره بنا ثم المنتج بتاع فشوتي بمشيئة الله يعني تمام؟ ماشي يا محمد الله يكريب والتحية ما اتفتحت ذا الاول رجعت برضو ايه تاكل على عد المنتج بتاعها تمام تمام يا حبيبي طب وحنعمل عرض دا هو شكرا يا حبيبي والعرض هنقوله تاني فيه خصم 50% اللي هيتصل على الارقام اللي موجودة قدامنا رو الصفحة ايو ايو فيه حد قال لي حاجة حاضر الاستاذ المخرج بيقولينا لازم نختب حالك طيب نشوف بس الصفحة عشان لو كنا شفناها شفناها وحنا بنتكلم طب نحط الصفحة تاني وانا بختب بعد ايه حضرتك وحط الصفحة تاني اهو الصفحة هي موجودة قدامكم نصورها والعرض 50% خصم صوروا الصفحة وادخلوا من الالياف مصرحة من وزارة الصحة والوزار الصحة وابداء ايزو حاصلة على الايزو في قودة التصنيع شكرا بمشكر حضرتك جدا جدا شرفتني واناستيني شكرا بمشكر للأسف الفقرة خلصت والحلقة كمان خلصت استنيني دايما على قناة تن وبنت البلد السلام عليكم اشتركوا في القناة